كما التقى وزير الخارجية سمح شكري مع ممثل المنظمات اليهودية الأمريكية على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال اللقاء أعرب الجانباني عن اعتزازهما بهذا العام باعتباره يمثل الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة مؤكدين على الشراقة التاريخية القائمة على التعاون والمصلحة المشتركة كما شهد اللقاء نقاشا حول آخر التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية فضلا عن التحديات التي يواجهها المشهد الدولي الحالي هذا وشهد اللقاء نقاشا حول المستجدات الخاصة بعمليات السلام حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة حل حالة الجمود الحالي في ملف عملية السلام من خلال استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر